موضوع ابن الله موضوع بالنسبة لنا كمسيحيين غالي ثمين جدا على قلوبنا أنا أتكلم عن المؤمنين وبنفس الوقت هو غالي ثمين على قلوب مسيحيين كثيرين رغم عدم إدراكهم لأهمية هذا الموضوع ومن ناحية أخرى موضوع يساء فهمه عندما نقول يسوع ابن الله فخليني في البداية هيك نجي من الآخر ما هو مفهوم أو تعريف يسوع ابن الله نعم أول شيء بدي أقول أنه في كثير أشخاص يلي مجرد سماعون لهالعبارة ابن الله يستغفرون الله فأنا بهذه الحلقة أتمنى على الجميع أنه لا نطلب من أحد أن يوافق معنا أو يؤمن كما نؤمن مع أنه نتمنى ذلك لكن نطلب من الجميع أن يفهموا ماذا نقصد في هذا الموضوع لأنه مجرد ما يقول حدى ابن الله دغري يتوارد إلى أذهانهم تزاوج وتجانس وإنجاب وإنجاب ليس هذا ما نقصده ولا ما نفهمه ولا ما نقوله ولا ما نعنيه لذلك نطلب من الأشخاص أفهم ما نقول وما نؤمن به وما يعلمنا الكتاب المقدس وافعل به ما تشاء لكن لا تتهمنا زور بأننا نتهم الله زور بالتزاوج والتجانس والإنجاب شيء آخر البعض يقولون أين قال المسيح أنا هو الله فاعبدوني والسؤال يسمحوا لي أن يقول سخيف وغريب لأنه ليس مضطر المسيح يقول عبارة بشكل معين قولوا إياها حتى نحن نؤمن به وبالتالي عمليا ما حدا يقول هالكلام ما حدا يأتي بوظيفة مثلا معينة شركة أنا الرئيس فأطيعوني يكفي أن يتصرف كرئيس وأن يعامل كرئيس وتكون صلاحياته كرئيس لكي يكون الرئيس ولأب كل يوم يصحى الصبح يقول أنا الأب فأطيعوني إلى آخره أمر ثالث كيف يمكن لابن الله الذي تجسد وأخذ هيئة بشر وجال في أرض إسرائيل في ذلك الوقت بين شعب يهودي متدين يؤمن بالله الواحد من تاثنية ستة شماع اليهود يقولوا الصبح والمساء أكثر من مرة اسمع يا إسرائيل الرب إلهنا رب واحد يعني التوحيد لله ليس شيء حديث كنا مضطرين حدا يجي بهذه الرسالة فتصور شخص إنسان يمشي ويقول للناس الذين يلتقي بهم أنا الله فاعبدوني لصلبوه من أول يوم واعتبروه كفر ولكن كل ما قالوا المسيح وكل ما عملوا المسيح للفكر اليهود الذي يفهم التوراة والعادل القديم كان يقول المسيح أنا الله فاعبدوني لنأخذ على سبيل المثال بعض أعماله حين يقيم الموتى فماذا يقول للناس من يقيم الموتى تقول بإذن الله الله يأذن للناس أن يعملوا بعض أمور لكن لا يأذن للناس أن يعملوا أمور إلهية إقامة الموتى والقيامية من صنع الله أو عشان بيستذكروا يعني في العهد القديم إليا وأليشة أقاموا موتى ولكن معجزات المسيحة بتختلف يعني تختلف جدا ورح أذكر بعض الأمور الأخرى حين يقول المسيح لأحد مغفور لك خطاياك قالوا اليهود هذا يجدف كفر من يقدر أن يغفر خطايا إلا الله وحده لما بقول المسيح مثلا أنا والآب واحد لما بقول لكي يكرم لجميع الإبن كما يكرمون الآب يعني من يتجرأ ليقول هذا الكثير حين يقول المسيح مثلا لأن ابن الإنسان هو ربه السبت أيضا من هو رب السبت بالنسبة لأي يهودي غير الله حين يقول مثلا المسيح عن نفسه أنه هو الرب اسأل أي يهودي الرب إلهنا رب واحد والرب دون دخول في التفاصيل التي يعني ممكن تكون مربكة للبعض اسم الله العلم يهوة ستبدل بأدوناي الرب وترجم إلى كيريوس للترجمات اليونانية السبعينية والمسيح هذا كيريوس الذي هو أدوناي الذي هو يهوة المسيح أطلقه على نفسه وأطلق عليه بدون أي تحفظ والمسيح قال أكثر مرة يهوة أنا يهوة أنا هو أنا هو أنا هو أنا هو فاللبيب من الإشارة يفهموا بس بدي يقول مقابل كل شيء قالوا المسيح وعملوا المسيح كانوا اليهود يقولون له أنت تجدف وتصنع من نفسك إلها لأنه قال أنا ابن الله فإذا هن فهموا شو المسيح كان عم بجارة يقول بعد أن أضيف شغلة بسيطة عندما أدخل في تفاصيل ابن الله ابن في العهد القديم استخدم وبنت للدلالة على نفس ذات الشخص مثلا أنا أقول لا تخافي يا ابنة صهيون هل يعني أنه صهيون جوزت عمان أرشاليم جوزت عمان وأنجبت ابن أو بنت ابنة صهيون أي شعب صهيون الذين يحملون نفس طبيعة لما بيقول إرميا في إصحاح تسعم ليت رأس ماء عينية ينبوع دموع فأبكي نهارا وليلا قتلى بنت شعبي يعني شعبه جوز وأنجب بنت لا كان يقصد المقتولين هؤلاء هم شعبي وليسوا غرباء سواح هم بنت شعبي ابنة صهيون حتى نحن بالعربي نقول ابن الجبل وابن فلسطين وابن سوريا وابن لبنان ابن الرافدين تماما فأيذن بهذا المعنى الله لا يتزوج الله لا يتجانس لكن ابن الله بمعنى روحي ورح نشوف مع بعضنا التفاصيل اليوم ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر